لاقى قرار وزير الصحة بالسماح للصيدليات الأهلية بتوصيل الأدوية والمستحضرات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية للمستفيدين في منازلهم أو أماكن تواجدهم استحسان أصحاب الصيدليات الوضع داخل الصيدلية يكون مراغب من الرغابة والتفتيش لكن إذا كان كل واحد يريد يوصل بدون صيدلية وبدون الرغابة والتفتيش تشيك على المنتجات اللي عنده هنا ممكن يكون لعب بالموضوع فالقرار هذا جاي بوقته السيارة اللي ممكن توصل المنتج لازم تكون لها درجة حرارة لازم يكون مبردة إذا كان العلاج يحتاج تبريد وهذه الأصول عساس أنه يوصل المنتج صالح للاستهلاك الأدمي تشايف الجو بالكويت ما يرحم فإذا ما كنت أنت تحافظ على المنتج لما يوصل للناس فما رح يوصل بشكل مناسب للاستهلاك الأدمي طلب البطاقة المدنية هذا إجراء روتيني نحن المارسل داخل وزارة الصحة ليكون المريض هو المستهلك للعلاج لا يتم تزوير أي دواء مثلا معين أو صير أي مشكلة يعني حتى وقت التوصيل طلب معالي وزير الصحة أنه يتم تسجيل المستهلك لو يكون فيه تلاعب بالعلاج أنه توصل ليوصلك العلاج القرار سيحد من توزيع أدوية فاسدة من مصادر غير موثوقة على المستفيدين استيراد الأدوية بالكويت يمر بمراحل وخطوات ولازم يكون التأكيد من جودة المنتج أولا ثم درجة الحرارة وحفظ المنتج لأن الجو لكويت حار فإذا كان القرار هذا اللي حصل راح يحد من الموضوع أنه ممكن أحد يجيب من بره كيفه وينحط بالشمس ويوزع على المنازل بدون لا أحد يدر عنه فإذا كان المنتج طالع من الصيدلية لأن الصيدلية مراقبة ومشيك عليها من الرغاب وتفتيش فهذا يضمن جودة المنتج اللي واصل للبيت